قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التصريح الأول ومفجره حارس مرمى مولودية العلمة والمنتخب الوطني سابقا ناسم أسرير الفضيحة من العيار الثقيل حينما كشف للنهار بأن المختاربين في المنتخب الوطني الذين شاركوا في موديل 2010 كانوا هم من يضعون تشكيلة الأساسية ويملونها على الناخب الوطني رابح سعدان لخوض المباريات الرسمية وناسم أسرير كشف أيضا الكثير من الأمور من بينها أن اللاعبين في الخسارة أمام غينيا غينيا كان بسبب عدم تلقي المستحقات في عهدت حدى شنو تابعها؟ الواحد يقدر الصاهمة دي فواي كان كالكو جوالي كانوا ينسيستيو على لانترينير باش يلعب فلان ولا الآخر لذلك يترجع لهم كانوا ما يخيروا كانوا يلعب قدامه كانت سارية شوية في الكيب نسيونال كانوا جوالي خيرون وكانوا مدابيهم يكونوا سيدي جوالي وكانوا مدابيهم كامل هما يلعبوا وما كانوا المحليين في المباراة الغينية كان مكانش أكو صندراسيون بسكو كان عندنا ماتش هادك لي كنا قادرين نربحو ونقاليفيكو بدافريك هادك الماتش صرا فيه لتصلك آخر مستجدتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية